يتحدث بصورة ربما غير مباشرة الدكتور شهاب عن المعادلة الصعبة عندما لا يمكنك البقاء ولا يمكنك المغادرة كذلك دكتور غالي ما الذي يجعل هذه الحركات الإرهابية قادرة حتى بوجود هذه القوات الدولية والقوات المحلية التي قال الدكتور شهاب أنها تتمركز في العاصمة لأنها تحمي السلطة المركزية كذلك ما الذي يجعل هذه المنظمات الإرهابية قادرة على التصعيد في هذا السياق هذه المنظمات هي بدورها تستعمل دكائها وتستعمل عدةها الاستخباراتية وتحاول أن تلعب على كل تناقض أو هف وتحصل بين الكبار لاحظنا عندما كان الرئيس ترون فإنه قد جمد التعاون العسكري للناتو في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا وأكيد وضع تصدع بين القوى الأساسية في حلف الناتو خاصة ونعرف بأن حلف الناتو كان يلعب دورا أساسيا في هذه المسألة ولكن أقول بأن مع الإدارة الأمريكية الجديدة مع جون بايدن فهو أكد على ضرورة إعادة التنشيط التعاون العسكري للناتو في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا وأكيد بأن إعادة الدف إلى العلاقات في هذه المستويات بين مختلف الدول الأعضاء أو الدول المتعاونة مع حلف الناتو يمكن وضع خطة موحدة وكذلك هذه الخطة الموحدة يجب أن تكون مقرونة بالقدرة على احترام كل طرف لمصالح الطرف الآخر فعندما تتبين المصالح أكيد فإن الخطط الأمنية يعتريها العديد من الهفوات ولا حد بالنسبة للرئيس مكرو عندما طرح عليه السؤال هل القوات الفرنسية ستستمر في ماله وستستمر في القيام بأدوارها وقال من خلال تصريحي تستشف أشياء كثيرة قال بأنها في الزمن القريب لا زالت موجودة مما يعني ربما أن هناك تفكير ما للتفكير في طريقة ما لأن تواجد هذه القوات ليس بأساء لأنه يكلف الشيء الكثير وحتى القوى التي تنتمي إلى الدول الموجودة في الميدان بدورها فإنها تطلب الشيء الكثير ولربما عندما تعجز هذه الدول على الوفاء بما تطلبه قوى هذه الدول المعنية سواء مالي أو غير مالي فأكيد بأن لكل حساباته الأمنية فالعاصمة تعرف بأنها هي المنطقة التي يجب أن تحصن وأن السيطرة خاصة في هذه الدول التي توجد في هذه المنطقة أو لها تماس مع منطقة الساحل والصحراء فدائما المؤشر الأساسي بالنسبة للسلطة السياسية هناك أن تكون العاصمة محمية ومؤمنة من الهجمات وبالتالي كلما استطاعت أن تؤمن العاصمة فهذا يعني بأنها سلطة قادرة على البقاء ولكن إن حدث العكس ولاحظنا ما من مرة بأنه وقعت هجومات على مجموعة من العواصم من طرف هذه الحركات التي على أي توحدت واجتمعت فيما بينها فإن هذا قاد إلى اهتزازات وهذه الاهتزازات بطبيعة الحال قادت إلى إفراز معاملات وموازين قوى جديدة لذلك أنا أقول بأن المنطقة هي في حاجة ماسة اليوم ليس فقط إلى تنصيق استخباراتي على مسوى تبادل المعطيات والمعلومات حول هذه الحركات فهذه الحركات الإرهابية هي موجودة وهي تشتغل وتتقدم أقول بأن لا بد أن يكون هناك بنك من المعطيات ولكن كذلك بنك من الإمكانات المادية والبشرية القادر على ليس فقط البقاء في نطاق الاحتواء ولكن في التحكم في هذه الجماعات